قال ضابط في المخابرات العسكرية الأوكرانية لصحيفة وولستريت جورنل إن روسيا تستخدم الآلاف من أنظمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي تنتجها شركة سبيس إكس وضاف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الجنرال كريلو بونادوف في المقابلة إن القوات الروسية تتواصل عبر نظام ستارلينك على الخطوط الأمامية وحصلت على المحطات من شركات روسية خاصة فيما نفت ستارلينك القيام بأي أعمال تجارية مع روسيا أو معها هذا وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على ستارلينك حيث ذكرت العام الماضي أن نحو 42 ألف محطة يستخدمها الجيش والمستشفيات والشركات ومنظمات والإغاثة وأن البنتاجون يساعد في تمويل تلك الأنظمة لصالح القوات الأوكرانية